بسم الله الرحمن الرحيم الآن نريد أن نجري تطبيقا على عدد من الكلمات نرسخ بهذه القاعدة تأمل معي هذه الأسماء كل هذه الكلمات أسماء وليست من الأسماء المستذنى التي ذكرناها قبل قليل ولذلك أجرينا القاعدة عليها فكتبناها بهمزة قطر كما تروا أسماء أبناء أشجار إنسان طبعا كانت الهمزة هنا وهنا وهنا فوقية فوق الألف لأن الهمزة مفتوحة كما ترون وهنا جعلناها تحت الألف لأن الهمزة مكسورة إ إنسان أشجار هنا جاءت فوقية لأنها مضمومة أمة أمة إذن إذا أصبحت الهمزة مفتوحة أو مضمومة فإنها تكتب فوقية في همزة القطر وإذا كانت مكسورة فإنها تكتب تحت الألف أزهار همزة قطر أجهزة همزة قطر أحمد همزة قطر أسامة همزة قطر أحد أمل أروى أسد أسير أمير أمن أمين إلى آخره أنظر أيضا إلى هذه الأسماء المبنية أين أداة الاستفهام أن إياك أنا أنت أنتم أولئك أولو أنظر إلى الأسماء هذه أستاذ إبراهيم إسماعيل إسحاق إسكيمو إيران أمريكا إندونوسيا إيطاليا إنجيل إنترنت أنزيم إلكترون أنيميا إنفلونزا إلى آخره لماذا كتبت كل هذه الأسماء بهمزة قطع كما ترون أولا لأن هذه الأسماء ليست مصادر ليست من المصادر فأجرينا عليها القاعدة التي تقول إن جميع الهمزات في أوائل الأسماء تكتب همزة قطع ما عدا ها الأسماء المستدنى أذكركم بها استدنينا اسم ابن ابنة امرأ امرأة اثنان اثنتان اثنتان وقلنا مع هذه الأسماء الخمسة نأخذ المثنى أيضا المثنى أيضا فنقول الحكم الجاري على اسم يجري على المثنى اسمان وعلى ابن ابنان وابن ابنتان وامرأ امرآن وامرأة امرأتان استدنينا هذه الأسماء وقلنا ما عداها يكتب بهمزة قطع ولذلك كتبت جميع هذه الأسماء بهمزة قطع لاحظوا هنا أنبه قبل أن نختم هذا الدرس إلى أن قلنا الكلمة ومثنى اسم اسمان أما الجمع أسماء فإنه يكتب بهمزة قطع ابن وابنان المثنى أما الجمع فإنه يكتب بهمزة قطع كما ترون إذن انتهينا بهذا من الحديث عن أحكام همزة الوصل انتهينا من الحديث عن أحكام همزة الوصل والقطع في الحروف وانتهينا من الحديث عن أحكام همزة الوصل والقطع في الأسماء التي ليست بمصادر وبقي الآن أن نتحدث عن الأسماء التي هي من المصادر مع حديثنا عن الأفعال لأننا قلنا إن قاعدة المصادر من الأسماء وقاعدة الأفعال واحدة أو مرتبطة أو متصلة ببعضها كما سترون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وهناك نلتقي